مكالمة معنا من الأخت نهال من إنجلترا أهلا وسهلا أخت نهال السلام ونعمة يا حضرة الأسيس نزار برحب بحضرتك وكل المشاهدين لقناة الحياة الغاليين على قلب الرب بشكر الرب جدا من أجل التعليم الكتابي النقي اللي حضرتك قدمته هنا وكل الإثباتات والأدلة والبراهين القيمة أنه لا عنف في المسيحية والحقيقة أنا من الناس اللي بقول عن نفسي أنه صعب علي أني أقتنع بأي حقيقة مهما كانت إلا إذا كان هناك أدلة مثبتة فأنا متأكدة أنه في مشاهدين كتير بيشبهوني في الصفة تي ما فيش حاجة عندنا اسمها مسلمات ليه بقول كده لأن المسلمات اللي بتقدملي هعتنقها وهعلن إيماني بيها ولو كانت نتيجها تمني أكيد 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 كمان مرة هدقق وهبحث في صحتها فلو حد جاء وقال لي أنتوا في دينكم ينهال العنف واضح خاصة في العهد القديم هسأله على طول طب العهد الجديد هيقول لي لأ العهد الجديد مذكور صراحة في إن الله محبة فهقول له على طول أنت مش شايف أنه ده اعتراب ضمني من حضرتك أنه الله بيتغير أنه هو إله عنيف في العهد القديم وإله محبة في العهد الجديد أكيد إجابته هتكون لي يا حضرة الأسيس حاشة لأنه الله واحد ثابت منذ الأزل وإلى الأبد لا يتغير ولا يعتريه ظل دوران أمال الواضح إيه في العهدين هقول له أنه الله جاوب على القضية دي مثلا في موضوع القصاص من الخطية قال في العهد القديم عين بعين وسن بسن أما أنا فأقول لكم لا تقوموا الشر بل من لضمك على حدك الأيمن فحول له الآخر أيضا يعني كان عايز يعلمنا أننا نرفع عيوننا من على تطبيق النموذ بالحرف إلى تطبيق عهد الرحمة والحنان والرقفة والنعمة وهنا عايزة حضرتك يا أسيس نزار برضو سؤال بيتردد علينا كتير من إخواتنا المسلمين اللي بنحبهم من كل قلبنا وبنحترم أسئلتهم جدا فيه آية بتقول لا تظنوا أني جئت لو أنقض النموذ لكن جئت لا لو أنقض بل لو أكمل فياريت حضرتك توضح لنا هل فيه أشياء معينة جاء الرب يسوع بنفسه لأنقضها وتضرب لنا أمثلة من كتاب المؤدس وآخر كلمة هختم بها كلامي هي نصيحة ذهبية الرب مسق القلبي بيها جدا خطر 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 إياكم من أنصاف الآيات إياكم من مكر بل سامحوني جهل الناس اللي بيطلعوا الآيات من السياق بتاعها ويشيروها على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك بالذات علشان يشككوا الضعفاء ويقنعوهم أن الله عنيف أو قاسي أو ظالم أو حتى مش موجود أساسا لا لازم تعرف يا كل مشاهد بيسمعنا النهاردة كنا أن احنا بنقول أن الله محبة هذا لا يتنافى أبدا مع قولنا أنه الله عادل فمحبته لا تلغي عادله وعدله لا ينفي محبته فهو كامل في كل صفاته وأحد الخدام وضح بمثل بسيط جدا لو فيه قاضي وجاله شخصين مع بعض ظالم ومظلوم وهو بيحب الاتنين يا ترى إيه هيكون حكمه أهو نفس الكلام لو الله إله محب بس جبناله الظالم والمظلوم يا ترى عشان هو إله محب هيقول للاتنين خلاص أنا بحبكم وهعفو عنك أنت يا ظالم لا طبعا هعفو عنكم أنت يا مظلوم هتنفع مع المظلوم لأنه هو إله محبة لكن الظالم ما خدش عقابه فبنفس الطريقة التشبيه مع الفارق الله بيحب المظلوم ونازم يكون عادل مع الظالم وهيديه له فرصة أن يرجع عليه من خطأه ويقدم له توبة حقيقية وأكيد أكيد هيقبله والرب يبركه ربنا يباركك شكرا كتير على هذه المداخلة أخت نهال وعلى فكرة يعني للرد على سؤالك وتوضيح موضوع العنف في العهد القديم رح أكرس حلقة كاملة فعلا في البلان يعني في الخطة عاوز أشارك عنها لأنه كتير ناس عندها أفكار مغلوطة في الموضوع وكأن الله هو إله الاحتلال وإله الظلم وإله الذي يعني يقود في حملات فتحات إلى آخره ليس هذا المقصود في آيف الوصايا العشر التي تقول بكل صراحة لا تقتل ولكن اللي حدث مع إبادة شعوب كنعان هذا موضوع آخر سأخصص حلق لماذا أباد الله شعوب كنعان ولماذا في هذا التوقيت أو في الزمن التاريخي وهل فعلا أيضا أنه شعبه شعب الله في العهد القديم ألم يأخذ قصاص وعقاب ضعفين عن أي شعب آخر وكل الممارسات اللي حدثت حدثت معهم والرب أدانهم بشدة فطبعا راح نوضح هذا الموضوع لأنه الله قدوس طاهر يعني حاشة للرب يعني أن يكون في أي شر أو أي خطية فالله ليس ضعيف ولا بيغير فكره ولا رأيه مثل إحنا مسيحية نؤمن في الكتاب المقدس إلهنا ثابت لا يتغير هو الإله الواحد فمشان هيك أنا يعني عم بعالج هذا السؤال بالتحديد في هذه الحلقة اشتركوا في القناة